أدت لجان الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة التجارة والقطاعات التجارية السبتة القسم القانوني أمام أعضاء مجلس مفوضية الهيئة المستقلة للانتخاب في ضوء تحضيرات الهيئة للانتخاب غرفة التجارة والتي ستجرى في الخامس من شهر يناير من العام المقبل طبعا صار تغيير بنسبة لنظام انتخابات غرفة التجارة وأوكلات المهمة للهيئة المستقلة للانتخاب اليوم احنا في عنا رح يكون 16 لجنة إشراف مش ستشرف على الانتخابات لغرفة التجارة اليوم تقسموا لثلاث مجموعات كل مجموعة في مجموعة بلشت الساعة تسعة أعطيناهم ورشة تعريفية كاملة وعن الإجراءات وعن الأنظمة تبعت غرفة التجارة وظهر على الساعة 11 نص كان في مجموعة ثانية برضو أخذت ورشة تعريفية أخرى وفيها الآن ورشة ثالثة للمجموعة الثالثة وحسب القانون والنظام يقسم أعضاء هذه اللجان أمام مجلس المفوضين للقيام بمهامهم ومسؤولياتهم بكل نزاهة وحياد وأمان بإذن الله وطبعا المهام الموكلة فيهم هي تبدأ من مرحلة التسجيل زي أي مرحلة في مراحل الانتخابات تبدأ في مرحلة التسجيل الاعتراضات استقبال الاعتراضات ما بعد التسجيل لحتى نوصل لجداول النهائية بالنسبة لجداول الناخبين مرحلة الترشح أيضا إذا كان في اعتراض حتى نوصل لمراحل القائمة الأخيرة للمترشحين إدارة كل مراحل الانتخابات في يوم الاقتناع من التطقيق للربط الألكتروني والاستخراج النتائج والاقتراع والفرس فكل المهام اللي هي إلها علاقة في إدارة الانتخاب إلى حين إعلان النتائج هذه هي اللجان ليتمثل الهيئة في الميدان في جراء هذه الانتخابات وتم تسديم لجان الإشراف قرارات تكليفهم بالإضافة إلى ملفات وإرشادات خاصة تمكنهم من مباشرة عملهم والاستعداد لإدارة العملية الانتخابية بسهولة ويسر حيث إقيمت ورشا تعريفية للجان الإشراف بالإطار القانوني والزمن الناظم للعملية الانتخابية والهيكل التنظيمي العام لإدارة العملية الانتخابية مسامة بليبلي الحقيقة الدولية